أدانت مصر الهجومين الإرهابيين المنسوبين لإحدى الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمقاطعة كيف الشمالية في شرق الكنغو الديمقراطية وهو ما أسفر عن 18 قتيلاً وأربعة عشر مفقوداً حتى الآن وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن خالص التعازي والموساه لحكومة وشعب جمهورية الكنغو الديمقراطية الشقيقة وأسر الضحايا والمفقودين معربة عن تضامنها مع الكنغو الديمقراطية ودعمها لكافة جهودها الهادفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمنها واستقرارها